أهل السنة والجماعة يشتركون مع الشيعة في عقيدة الإمامة في عقيدة الإمامة قد يتفاجأ البعض قد يستغرب من كلامه ولكن أنا هذا ما وصلت إليه بأن السن يشارك الشيعة في عقيدة الإمامة إمامة من؟ إمامة أهل البيت يعني إمامة الإمام علي والحسن والحسين أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنهم أئمة وأنهم هم الهدات وأنهم هم المرجعية العلمية والروحية هم القدوة وأنهم أهل البيت هم أفضل من كل الصحابة لا يقاس بنا أحد السنين يعتقد بإمامة أهل البيت كالشيعي باستثناء الإمامة السياسية يقول بأنه الخليفة السياسي ليس الديني يقول بأن الخلافة السياسية أبو بكر وعمر هم الخلفاء السياسيون بعد النبي وأما الخلفاء والأئمة الدينيون الوارثون للنبي في الدين السن يقول أهل البيت أهل محمد الذين يصلي عليهم في اليوم خمس مرات يقول هؤلاء لا يقاس بغيرهم هؤلاء هم الأطقى والأشرف والأنقى والأعلم هكذا ينظر السن إلى أهل وهذا معنى الإمامة الإمامة في القرآن معناها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا من هنا أنا أقول بأنه السنة كلهم شيعة كلهم إماميون والشيعة أيضا سنة لاعتقادهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم واحترام الصحابة وأمهات المؤمنين فبالتالي لو يوجد بيننا فرق عقائدي مهم أنا هذا الذي أعتقده في أهل السنة والجنة الوهبية كما ذكره يختلفون عن السنة وعن الشيعة نحن وأهل السنة نشترك في عقيدتنا في صفات الله نشترك في التبرك في التوسل في الاستغاثة كل هذه المساء نحن والسنة منظومة واحدة في شد الرحال مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في النذر مثلا ننظر لنهد الثواب عند الوهبية هذا كله الشرق ترجمة نانسي قنقر